من عنوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن أمام مرحلة جديدة تتطلب التعاون والتماسك والابتعاد عن المناكفات السياسية وأن لا تؤثر الاختلافات في تأيطية المهام وأخدمة المواطنين ووضع المحافظ في اجتماع موسع ضمن نائبيه إسماعيل الهلوب وعمار البلداوي ومديري الدوائر والوحدات الإدارية والمستشارين خريطة طريق للعمل المستقبلية مبينا الحاجة لإعادة النظر بالعمل على قاعدة الشراكة وتقديم المصلحة العامة على الحسابات الشخصية وأن يتعامل الجميع بحزم بوجه التدخلات التي تكرس الفوضى والإرادات الذاتية والارتباطات مشيرا إلى التحديات والعرقل الرامية إلى تعطل مشاريع الإعمار مضيفا أن الرد عليها بمنهج العمل وفق القانون وقاعدة الشراكة الحقيقية وكتابة قصص النجاح لخدمة الأهالي وناقش المجتمعون عددا من الملفات ومنها أزمة المياه والتصحر والإصلاحات الإدارية وسبل التصدي للتخبط والفساد وشدد المحافظ على أن الولاء للعراق والشعب ولن نتردد في مواجهة كل المتربصين بمقدرات محافظتنا والحرص على مصالح أهلنا ترجمة نانسي قنقر